اشتركوا في القناة وقيامكم وصالح أعمالكم إن شاء الله رمضان أيها الفضلاء يأتين مرة في السنة في غاية الدقة في غاية الحسن في غاية الجمال في غاية التضرع والدعاء للناس حاجات هم لها طالبون وما طالبوا إليها يطمحون ورغبات يسعدون بتحقيقها ويتميز في ذلك الأنبياء وأتباعهم والأقوياء وأتباعهم فالأنبياء يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى كلما شعروا بما يعكر صفوهم فها هو سيدنا أيوب عليه السلام يلجأ إلى الله تعالى في حال المرض ويقول رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فيستجيب الله سبحانه وتعالى له الدعاء فيقول فكشفنا ما به من ضر وها هو سيدنا يونس عليه السلام حينما يعني شعر بالهم والغم وهو في ظلمات ثلاث نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين سيدنا زكريا شعر أنه في حاجة ماسة إلى الولد نادى ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول رب هب لي من الصالحين فتأتيه البشرى فبشرناه بغلام عليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة بدر الكبرى مع فئة قليلة قليلة العدد والعتاد يواجه جيشا جرارا يرفع أكفة الضراعة إلى الله فيقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في هذه الأرض فيستجيب الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم هذا هو حال الأنبياء وحال المؤمنين بعض الناس فوق هذه البسيطة حينما تصيبه مصيبة أو تحل قريبا من داره قد يلجأ إلى زيدين أو عبيدين من الناس ويتركوا بابا كبيرا من أبواب الفرج وهذا الباب يتوسع في رمضان قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان لم يقل المولى عز وجل قل إني قريب قال فإني قريب وأعظم شيء يناله أو يصل إليه الإنسان فوق هذه البسيطة هو أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى وقد وصف الله جل جلاله نبيه عليه الصلاة والسلام بالعبودية في مقام تضرع والدعاء قال وإنه لما قام يدعوه كادوا وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا إن الدعاء عبادة عظيمة قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة ولا يغفل عن هذه العبادة إلا محروم والدعاء في الشهر مستجاب يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة يستجيب الله سبحانه وتعالى لهم الإمام العادل والصائم حين يفطر والمظلوم المظلوم يستجيب الله سبحانه وتعالى بلا شرط لأن الله تعالى رحيم أمن يجيب المضطرة إذا دعاه إذا أردت أخي الصائم أختي الصائمة أن يستجيب الله لك في هذا الشهر عليك أن تأكل الحلال أن يكون مطعمك حلالا ملبسك حلالا مركبك حلالا وإذا جئت إلى مائدة يعني الغداء ترفع أكف الظراعة اللهم لك سمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر